اشتركوا في القناة ولان ما فيش اكيد اهم من الصحة عايزين نتكلم معاكي النهاردة عن حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها وهي الكوليسترول ازاي تحمي نفسك وتحمي عيلتك من مشكلة الكوليسترول الناس اللي ما تعرفش ايه هو هو عبارة عن مادة دهنية موجودة في الدم وعلى الرغم من ان في جزء منها بيكون مفيد وصحي لجسم الانسان الا انها لو زادت نسبتها في الدم بتسبب مضاعفات كتيرة ومشاكل صحية مختلفة واكيد بتشكل خطر على صحة القلب والقوعية الدموية طيب ايه هي الاعراض بتاعت الكوليسترول اللي مش مزبوط في الدم هقول لكم كده على كم علامة تاخدوا بالكم منها وهي اول حاجة وطبعا دي علامة كبيرة المفروض لما ناخد بالنا منها يعني على طول ده ألارم كبير جدا النوبة القلبية لو اتكررت اكتر بمرة في حد بيجيله ازمة قلبية او نوبة قلبية او دربات القلب بتبقاش مزبوطة سواء بقى من دربات القلب زيادة قوي او قليلة قوي ده معناه ان الكوليسترول في الدم مش مزبوط ارتفع جدا وكمان بيحصل ألم في الدراع وديق في التنفس وضوخة احنا عشان خلينا برضو عشان نعرف اكتر عن الكوليسترول وعن اعراضه وناكل ايه وما ناكلش ايه احنا معانا على التليفون دكتور مجدي نزيه استشاري التصقيف والاعلام الغذائي اهلا وسلام عليك يا دكتور مجدي اهلا بيجي منورنا يا دكتور ربنا يخليك دكتور دكتور احنا بنتكلم عن الكوليسترول ايه الكوليسترول ايه الحاجة اللي ممكن تخلي كوليسترول يزيد في الدم او ايه الاكلات او ايه اسلوب الحياة اللي يخلي كوليسترول في الدم الزيادة مما يؤدي بقى لع ogni مشاكل صحية ثلاث حاجات رئيسية اول حاجة هي الاستراك الضغوط النفسية التاني حاجة بالضغوط النفسية والقلق يعني ده حاجة مش مش شائعة خلص للناس فاكرة انه البيت بقى والضغوط والحاجات دي لا 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 كلام ده مش مزبوط الحاجة التانية قلة النشاط والحركة الحاجة التالتة تناول الدهون المتحولة اللي هي السمنة النباتي والزيت المهدرج والحاجات اللي زي كده بما فيها كمان ويكون مصاحب معاها الاضافات الكيميائية اللي موجودة في الأغذية يعني باختصار الأغذية صبقة التصنيع والسمن النباتي كل أنواع الزيوت دكتور كل أنواع الزيوت المهدرجة اللي هي السمن النباتي أو الزيت المتقدهون المتحولة يعني دورة بقى عبات شمس كل الحاجات اللي قدامنا بتبقى مهدرجة لا 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 المهدرجة يعني اللي محونا هيدروجين اللي تحولت إلى سمن نباتي آه أوكي إنما مش الزيت السايل آه 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 يعني العلبة هي اللي نقلق منها مش إزاست الزيت آه بالضبط كده بالضبط كده دول أهم ثلاث حاجات لأ ده زيت سايل كويس بيقولوا اللي كوليسترول داينا هو ما فيش حاجة اسمها كويس هو فيه حاجة اسمها إنه مش أي ضر طيب إنما ما فيش حاجة اسمها السوبر فود جزاء أخده يعمل للبضع كلام ده الزر دول أهم ثلاث عناصر رئيسية اللي هم يوم ما يتوفروا هيعملوا مشاكل في دهون الدم يعني هيعملوا مشاكل فيه حاجات تانية ممكن تعمل وعند بعض ناس وممكن ما تعملش عند بعض ناس زي كترة أكل النشاوات السكريات آه هيرفع الدهون السلاسية إنما ممكن ألاقي واحد بيأكل الحاجات دي كويس جدا وبيتحرك وبيتنطط فبيحرق يبقى مش هيظهر عنده مشاكل في صلب شغير يعني هي أجسام وأجسام يا دكتور ولا على حسب لايف ستايل أو طريقة الحياة الثلاثة اللي أنا قلتهم لحضرتك هيجيبوا المشاكل لأي بنا آدم طويل عريض لا ما حالا لا ما حالا إنما الباقي بيختلف من فرض للتين تمام تمام الثلاثة هعدهم تاني لأهميتهم فضل لدك الضغوط النفسية والقلق والسترس تاني حاجة إلت النشاط يعني الوخم تالت حاجة تناول الأغذية والمشروبات سبقة التصنيع بما تحوي من دهون متحولة وإضافات كيميائية تمام إيه طريقة اللي نقدر نتخلص بيها من الكوليسترول الزيادة في الدم هل فيه طرق طبيعية في التخزية مثلا يعني فيه ناس كتب بتقول معلقة زززتون على الريق مثلا ده ممكن لا لا ثانية واحدة يا أستاذة ناس مين حد ما عادي في الشارع بيره على السوشيال ميديا بقى يا دكتور والبوستات بتاعت النصائح وكده بقى المشكلة يا فانتم إن السوشيال ميديا والجرايض وجميع وسائل الإعلام هي مش منوت بيها إنها تطلع كل كلام علمي هي بتطلع كلام إعلامي فأنا المشكلة إن أنا بستقي معلوماتي من مصادر غير علمية يبقى اسماعي بقى اللي أنت يعجبك واللي ما يعجبكيش والمظبوط واللي مش مظبوط وكل عاجل إنما الكلام العلمي المحترم إن لو أنا عايز وده سؤال حضرتك لو أنا عايز أتغلب على الكلام ده يبقى نمرة واحد هبعد عن التلاتة الأولانيين اللي اتفقنا عليهم نمرة اتنين هقدمك في أغذيتي ما نسميه إحنا في معلوم الغذاء والتغذية الأغذية مضادة التجلط ومضادة الالتهاب الأغذية مضادات التجلط ومضادات الالتهاب هم القاتي نمرة واحد التوم النيئ نمرة اتنين المية على قد ما أتيت من قدرة نمرة ثلاثة الكركم التوم النيئ نتكلم على كل حاجة بعد إذن فضل دكتور التوم النيئ لابد إن هو ما يكونش اتعرض لحرارة عشان كده بقول ناية لابد إن هو ما يكونش تم سبق حفظه قبل كده يعني نظام التوم اللي بتضرب في البروستور ولا في الكبة ولا معرفش إيه ونشيله في الفريزر ده كده انتهى ان اتنمى التوم النيئ اللي هو بيتفصص فصص فصص وادقوا ودخلوا مع الطماطم المخللة المتوم وكمون اخرطوا وحطوا على طبق الفول اخرطهم وحطوهم على شوية الصلطة ايوه ادقوهم وحطوهم جوه البدنجان اللي بيتسلق ويتعمل المخلل بعد سلق البدنجان العروس وفتحه وحط فيه التوم والفلفل الرومي واللمون والشعرة المرشة والكلام ده بالنسبة للتوم فيه ناس تبلغوا على الريق كمان يا دكتور ده مفيد؟ لا طبعا تصرف غبي للغاية لان فص التوم اما بين فصصه حضرتك بتلاقي فيه غلاف لميع يستحيل على المعدة امتصاص المادة الفعالة الجوة اللي هي الزيت الطيار اللي هو اسمه الزيت الأليسن امتصاصها عبر هذا الغلاف ولذلك بقول لازم يؤكل مع الأكل وبعدين الجرعة العلاجية او الوقائية او المؤثرة تلاتين جرام تلاتين جرام دي يعني مش فص الفص ده يعني تلاتة اربعة جرام الجرعة اللي تكفي يبقى انا محتاجة اخد جرعة كبيرة يبقى لازم تكون على طبق فول عشان يحميلي ويأمنلي المعدة ايوه لازم يكون مع ألياف بتاعة سلطة خضرة عشان برضو اأمن المعدة مع البدنجان مع الطماطم المخللة المطوم وكمون علشان اأمن معدتي لو خدته مندوغ او متخرط او مدقو على معضة فاضية هيخرومها هيعم يجيب لي قرحة او 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 يبقى ده بالنسبة لطوم حامي بيكون على جدار المعدة جدر طبعا تمام تمام يا دكتور ده بالنسبة للطوم المية المية بقى انا شخصيا بديها للمتابعين بتوعي بديها لهم كوباية ربع لتر او تلت لتر مع دقة الساعة على راس الساعة لمدة 12 ساعة من ساعة الانسان ينصح المدة 12 ساعة 12 كوباية صاحي 8 صحي 12 كوباية صاحي 8 بس 12 كوباية لازم كل ساعة كوباية ليه عشان انا مش بشربه انا بعمل غسيل للدم بعمل ميوعة ثابتة للدم سيولة للدم كل شوية بدخله المية علشان لو فيه اي تجلطات او كده بالضبط ما يحصلش اصلا ما تحصلش اصلا لو حصلت مش هتفك بالمية انما انا عايز اتجنب حدوثك تمام بنقطة مهمة الحاجة التالتة الكوركم والكوركم هو من اكفأ مضادات الالتهاب الشريان يتصلب عندما يلتهب وبناء عليه انا مش محتاج ان انا اسير الدم بس ولا اكافح مشاكل دون الدم والكوليسترول بس لا كمان محتاج اتجنب الالتهاب وعشان كده بدي الكوركم عبارة عن انا رأيي الشخصي انه بيتحط نص معلقة صغيرة من الكوركم على كوباية مية سخنة مع فلفل اسود وده اللي يهمني لان الكوركم المادة الفعالة اللي فيه ما بيحتلهاش اكتيفاشن الا في وجود مركب اسمه تبارين ده موجود في الفلفل الاسود تمام وبعصر على الكلام ده لمونة وباشربه كأنه شربة والله لو عندي شربة يباخر وضرك بحط نص معلقة الكوركم على الشربة واشربها ما عنديش شربة اعمل مية سخنة كأنها شربة الكلام ده مرة واحدة في يوم وهي النص معلقة اتغيركم مية سخنة ونص معلقة كوركم وحبة فلفل اسود واشربهم ده لو ما فيش شربة بالضبط كده وطبعا استزوأ وحط عليهم لمونة عصير لمونة باش ايه كويس صحيحة علشان تببلع بصراحة يا دكتور مانا كنتم استنعين حضرتك حاجة فلفل اسود وكركم وهاشربهم كده على طول ده هتبقى حاجة أكيد صعبة على بعض الناس يعني شوفي انا اقول لحضرتك حاجة الصحة يا استاذة ليها تمن طبعا طبعا كتير اوام ما بنتكلم وندي نصيحة معينة اللي بيسمع يقولك لا 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 شوف لي حاجة غيرها حاجة غيرها ايه انا مش فارس عطار انت مش بتناقي انا مش عزمك على الغداء انا بقولك معلومة علمية طبعا طبعا وبعدين معلومة اسمحي لي لو انا ما سمعتهاش التمن غالي اكيد يعني اللي انا مش هيعجبني في الشوية دول لا تنهبال بعد دول او مراره عشرين ضعف صحيح يبقى علي ان انا الصحة ليها شروط لازم رعيها لو عايد صح اما لو مش عايد صح خلاص خلاص بقى اتحمل بقى اللي ممكن يحصل او صحتك وجسمك هيرد عليك ازاي طيب من ان حضرتك معينا برد دكتور كان معي موضوع غريب كده بيقول انه في بعض الاطعمة في يعني ممكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها هل ده حقيقي يعني مثلا زي الرز المكارونة العسل بيقولوا كمان اللبن هل الحاجات دي حقيقة انه لو انتهت صلاحيتها اقدر اكلها واستخدمها عادي في الاكلات بتاعتي الحاجة اللي ينفع في يتعامل معاها هذا الكلام هو السكر والملح يعني الرز ده فيه ناس بتجيب شوية للرز مثلا القادرين يجيب شوية للرز ويفضل قاعد عندهم سنين لا 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 الكلام ده مش صح الكلام ده في الملح والسكر ليه لان الملح والسكر اصلا هي مواد حفظة طبعية او يعني هم ما نفسهم مواد حفظة بالضبط كنت فما لهمش تاريخ انتهاء هدي الحقيقة ما لهمش تاريخ انتهاء فيما عدا ذلك لا التزم بتاريخ الانتهاء علشان ما دخلش نفسي في متاهات خصوصا ان التلوث الغذائي مشاكله فضيحة اكيد ايه دي النقطة انما لو عايزين الكلام العلمي المزبوط السكر والملح بشار بعيد عن اشعة الشمس المباشرة بعيد عن الحرارة والرتوب اكيد اكيد يا دكتور بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي نزيل استشاري للتصطيف والاعلام الغذائي حقيقي دايما كل ما نكلم دكتور مجدي بنستفيد اكتر واكتر وبنعرف اكتر واكتر ازاي نعرف نحافظ على صحتنا زي نعرف نستخدم حتى الاكلات اللي موجودة عندنا بشكل صحيح او الطريقة اللي احنا بنطبخ بيها تبقى مختلفة عن الطرق اللي ممكن تأزينا او تتعبنا في فكرة الاكلات اللي نقدر ان احنا ناكلها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية بتاعها ده كان في موضوع بيتكلم عن كده انه حتى الخل اللبن انا استغربت جدا لما شفت فكرة انه اللبن ممكن بعد انتهاء الصلاحية انه يستخدم لو برضو بعيد عن الشمس او الحرارة لا هي خلاص تاريخ صلاحية بتاعها انتهى خلاص هي انتهت من حياتنا ما نجذفش وما نغمرش بالموضوع ده وكمان على فكرة في ناس برضو بتعمل حاجة دي اغرب واغرب الدواء اللي هي مركبات كيميائية اللي هم عارفين كويس قوي صلاحيتها لحد فين وانتهت ازاي بقى بعض الناس يبقى الدواء منتهي عندها في الدرج وترجع تاخده تاني لما تحس بنفس التعب بعد ست شهور بعد سنة بعد اكتر تقولك الدواء صلاحيته مش بتنتهي الادوية بقى الفيتامينات المكملات الغذائية الاتارات المراهم المسكنات كل الحاجات دي يقولك لا دي صلاحيتها مفتوحة فهو في حاجة صلاحيتها مفتوحة احنا هنتأكد برضو من موضوع الصلاحية المفتوحة في الادوية ده احنا معنا على التليفون دكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور علي اهلا سهلا فاني قولنا يا دكتور هل الكلام ده صحيح الدواء ملوش مدة صلاحية او في بعض انواع الادوية ممتدة صلاحيته لمدة كبيرة ست شهور سنة او اكتر اولا الدواء له تخنية محددة في التسجيل خلاص قبل ما بسجل الدواء لابد ان انا اعمل عليه بعض الدراسات اهم دراسة من الدراسات اللي هي اه اه هي في الدواء بتاعتمادها و دابلي اوش وي بتبقرها ان الدواء يكون امقول له دراسة اسمها دراسة السبات ما هو دراسة السبات يعني المتصح برده اه بيبقى ثابت لمدة 3 سنين ما بيحصلش في تغيرات في اللون في اله في التفاعلات التنائية اللي جوه اه اه او المادة الخامل اللي جوه نفسها خلاص ما بيحصلش فيها ان هي تتكسر ويحصل فيها التفاعل اه خلاص امم وبالتالي الدواء هنا اول ما بنتأكد انه في التلات سنين هو مستقر وصابت منسبة التكسير للمواد الفعالة بتوبها قليلة بيبدأ هاي تدوى تديكي مدة صلاحية امم لو الدراسات دي عملتها من مدة 6 شهور تحت الظروف قصية يعني درجة حرارة عالية درجة رطوبة عالية خلاص ومستحضر في المتماسك بيديكي صلاحية سنتين لو لو الدراسة قعدت تتعاملت على 3 سنين بيديكي دراسة 3 سنين خلاص صلاحية 8 سنين 3 سنين معنى كلام حضرتك ان يلتزم بالتاريخ المكتوب على العلبة مضبوط بالنسبة لدوية الشرب الأطارات مراهم العين مراهم العين والأطارات ليه صلاحياتها أسبوع مش صلاحية التاريخ لأن حضرتك بيبقى فيها نوع من أنواع المواد الحفظة اللي هي بتفضل تخليها طول ما هي في مدار السنتين أو الثلاثة هي مستقرة إنما لو تفتحت أنا حضرتك لابد ما هي يتم استخدام يعني الحاجات دي تاريخ صلاحيتها ليه وجودها في الصيدلية إنما بمجرد أنا اشتريتها أوه فتحتها بدأ معايا عد تنزولي أسبوع فقط الضبط ده الشرب بيبقى شهر شهر خلاص مضاد الحاوي بيبقى أسبوع خلاص بيديجي بقى على ده أنا عندي المرهم بتاع الكدمات ده يا دكتور بتفتح من أول السنة بس المرهم الكدمات آه وكده بس في حاجات كده بتبقى أساسية موجودة معايا بتاريخ انتهاء بتاريخ انتهاء أنا فيش مشكلة تمام الرأس بتاريخ انتهاء وكارسون بتاريخ انتهاء خلاص إنما بشرط الحفاة إنها تكون في درجات حرارة مناسبة مناسبة آه إحنا بقى إحنا ليه بنقول إن الدورة لما تاريخه ينتهي بناء على الدراسات العلمية اللي تم تعالى المستحضر فبيأخذ تاريخ انتهاء له لإنه المستحضر بيتحول لمكونات تانية هذه المكونات الأخرى جرى على الكبد على الكلى على الجسم وبالتالي إحنا هنا هاية الدورة بتقولك لا بعد تاريخ الانتهاء ده تبقى لتعليمات منظمة الصحة العالمية أكيد طيب دكتور عايزة أسأل حضرتك برضو سؤال مهم قوي الفيتامينات لأنه ستتتزعل قوي لما الفيتامينات فيه ستتت تطلع تسفر وتجيب فيتامينات من بره وبتقى بكمية مثلا وبعد كده ينتهي صلاحيتها فتضطر إنها تفضل تستخدمها وهي منتهت الصلاحية هل الفيتامينات برضو بيجرى عليها نفس الكلام إنه لازم ألتزم بتاريخ الصلاحية لأن الفيتامينات حتى كمان ساعات بتيجي بتبقى أصلا حتى لو إزازة واحدة أو علبة واحدة بتبقى بكمية كبيرة إحنا كل ما يطبق على سباة الدواء ومدة صلاحيتها كله معايير واحد خلاص وإحنا لا ننصح في بعض الناس هم بيغضوا المبادرة بيغضوا على مسؤوليتهم ولكن لو حصلوا أي عارض جانبي فهو يتحمل المسؤولية نعم إحنا للمصلحة العامة لأ علميا نحن نتكلم بالنسبة لنا بطرع العلمية لايك الدواء أقاريتها ومنظمة الصحة أقاريتها لا يمكن استخدام الدواء بعد انتهى الصلاحة تمام يعني كده الأفضل أي حد دلوقت يتفرج علينا ويشوفنا عندك أي دواء منتهي الصلاحية لابد ان انت تتخلص منه تماما وفي أسرع وقت ممكن أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عوف رئيس شعبت الأدوية شكرا لحضرتك جدا جدا خدوا بالك الله يخليكم الموضوع الأدوية ده بس الدكتور تستسنى هون لما نسألت على المرهم بتاع الكدمات في مراهم كده احنا بنستخدمها لما عين مثلا يتخبت ولا حاجة بتبقى موجودة الحاجات اللي بتقايبية تلسع الحاجات دي اعتقد ان هي مش ساري عليها فكرة موضوع تاريخ الصلاحية انما في حاجات تانية بتبقى مهمة وخاصة كمان مراهم وقترات العين والأذن ناخد بالنا جدا أي حاجة مراهم وقترات تفتحت لها أسبوع أدوية شرب شهر بعدما تفتحت مش تاريخ الصلاحية باقي الأدوية بنلتزم بتاريخ الصلاحية أيا كانت حتى لو فيتامينات أو مكملات غذائية النهاردة بقى عندنا ايه النهاردة احنا الحقيقة بنحب كده كل فترة نسمع الأصوات الجميلة المميزة عشان كده النهاردة هتنورنا المطربة الشابة خلود محمد وهنسمع منها أحلى الأغاني كمان هتكلم معيها ونعرف منها ايه الجديد اللي بتجهز لي في المجال الغنى دلوقتي الفترة دي كمان معنا فقرة عن مصممة أزياء بدأت من السفر وقدرت انها تكبر مشروعها وتوسعت فيه ما شاء الله عليها والحاجة كمان الأجمل ان تصميماتها مختلفة ومش تقليدية خالص هنشوف معنا النهاردة اكتر من تصميم جديد ومختلف وهتنورنا في فقرتنا مصممة الأزياء كريستين هنري بس خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نبدأ معكم فقراتنا استنونا معنا النهاردة بقى مطربة شابة وصوت مصري أصيل هياخدنا في حتة تانية خالص بصوتها الجميل منورونا المطربة الجميل أخلود محمد اللي هنسمع منها أجمل الأغاني وهنتكلم معاها عن مجالها وحلمها في مجال الغنى أهلا وسهلا بيك يا خلود منوراني ببنا يخليكي مرسي ببنا يخليكي أول حاجة هسألها لك انت اكتشفت موهبة الغنى عندك وازاي اكتشفتها بصي هو أنا الموهبة دي اكتشفتها من وانا صغيرة جدا وانا في المدرسة في كي جي تو كان مدرس المزيكة كي جي تو بدأ يعني اسمع صوتي لأ تعالي عودي جنبي كان هو عواد فكان بيقض بالعوود كده ويقضي دندن وفي الأخير بقى عملنا حفلة تبع المدرسة فديكت أول حاجة بدأت بيها خالص يعني اكتشفت من هناك وبدأ يعني يطلب من أهلي انهم يدوني الأوبرا كليت تربية موسيقية وعملت كده فعلا اتمرنت انت فاكرة انت غناتي ايه وطا غنيت أغنية لأم كلسوم كي جي تو او يعني كي جي تو قوله بتباقي كده مش فاك كتير لسن الصغير قوي دا كنت معقول حافظة أغني أم كلسوم لأنه كل أغنية حتى البسيط منها للأطفال ممكن يعني لو ليهم يعني فيه وازع فني أو نزع فنية كده تحب تسمعها برضو صعب صح غنيت أغنية اسمها حيارة قلبي معاك هي كانت أغنية فعلا تقيلة بس طبعا مش فاكرة زي عملت كده وانا صغيرة بس هي من أحب الأغني لها على قلبي بصراحة والحمد لله يعني كانت أغنية لطيفة وعملنا حاجة حالا في الحافظة حالا بسمع حتى منها قبل الهواء قبل الهواء على طول بسمع حتى بتاعتي إيس يبص في عناي أشوف إيك كتب فيها بالضبط طب سمعين بقى يالضبين بس هنقولكو بللي بعض عضو اللا اللي يريحك بس كو بللي يريحك يا ماليالي أنا وخيالي أفضل أصبر روحي بكلمة يوم قلتهالي وبات أفكر في اللي جرى لك واللي جرى لي يا بات أفكر في اللي جرى لك واللي جرى لي وقل ما شفش الحير علي لما بسلم ولا شفش يوم شوق في عناي يا رح يتكلم وارجع سمحك تاني وحن لك والآني بدي أشكي لك من نار حبي بدي أحكي لك على اللي في قلبي وأقول لك على اللي سهرني وأقول لك على اللي بكاني وأصور لك ده ناروحي وعزت نفسي من عاني وعزت نفسي من عاني الله يا خلود حلوة قوي وصدر ناعم وحنين قوي وحلوة جداً جداً خلودة ما كانوا بيقولوا عليك يا خلودة أم كلسون فعلت؟ وأنا صغيرة أوه فعلاً بسبب الأغنية دي لما غنتها الجريدة تقريباً تقتل المدرسة نشرت صورة ليه كده فهنا في الحفلة وكتبوا علي قصيدة كده الأخروض المكنزوم لأن حتى عملنا ساعتها الفنان اللي كان معيه اللي كان بيازف على أود كان قاعد وأنا قاعدة جنبه وحطولي كرسي وحطولي منزيل كده في إيدي وبدلت قاعدة لحد ما هو خلصنا الزيكة أنا الصورة معينا هي دي الصورة اللي بتتكلمي عنها بالضبط صغانونة خالصة جميلة جداً والله ما شاء الله كيوت قوي لا حلوة جداً فأنت كنت يعني مبسوطة وقتها ولا حسة في الوقت ده بمدى يعني ضخامة التشبيه وفخامة التشبيه ما كنتش حاسة به جداً عشان برضو وإحنا صغارين مشاعرنا بتبقى بتبقى يعني جريئة شوية ولو تحسين إحنا تمام يعني أعملي كذلك حدث في حاضر بتاعتمه كلسوم وقد إيه صعق وماذا شعوبة أغنيها وكذلك مش عارفة ده دي حقيقة فكنت مستسهلة الموضوع والناس فرحانة بيك ومبورة بيك أه بصراحة لأ يعني حتى كمان برضو فيه فيه تقريباً برضو قبلها أغنية غنتها كانت للأدس برضو فكان برضو حفلة طبعاً مدرسة مع نفس الشخص اللي كان معي في المدرسة فيعني كان برضو التفاصيل وكانوا بيطلعوني يوقفوني لأ طبعودي طب قومي قافي إن مساكي كافة احنا شايفونك واركاو انتي كثير شوية واضح إن هم فعلاً كانوا بيستسمروا الموهبة أحسب استثمار في المدرسة في حقيقة واخدوا متهيالي كمان عن الخبر في الجرائد الصورة اللي شفناها قبل كده دي كانت أيها هي دي اللي كانت معنا دي ده كان معمول لك حوار في الجورنال مزبوط ودي حاجة غد كبيرة بقى بأيها طبعاً هاجبرة جداً جداً انت بيتي مشهورة بقى في الحي كله طبعت في الجورنال يا جماعة فالموضوع كده من الفنانين والأغانية الفنانين إيه الحاجات اللي بتحس إن هي قريبة منك قوي؟ بتحب تقدميها أو تعيدي يعني تقدمها تاني؟ بصي هو أنا بصراحة بسمع كل يعني كل الجانرس بتاعة الميوزيك وبحب بسمع كل الناس وبحب أخد خبرة واكتسب خبرة طبعاً يعني لو قعدنا طول عمرنا نسمع الزمن القديم يعني مش هنقدر ناخد الخبرة اللي كان هما بيعملوها بصي يعني دلوقتي دلوقتي أنا كل الفيديوز اللي بنزلها تقريباً على السوشيال ميديا معظمها مع حسن شعبان إحنا عندنا فكرة بس كده يعني هو عامل زي بروجيكت كده بيحاول يطلع الأغاني القديمة ونبدأ نطلعها بإحساس جديد ونبدأ نغنيها ونخالي الناس تسمعها في حاجات كتير قوي حلوة مش مسموعة مش معروفة فنحاول نبديها إحساسنا إحنا التطش بتاعنا زي ما بيقولوا يعني فشغلين على ده إن شاء الله يعني أنا عايزة أجيه برضو تحية للملاحن والموزع حسن شعبان اللي هو عايزة أقول لكم هو موجود معيها بره بيدعمها فيعني حاجة فوق الرائعة وعلاقة صداقة لذيذة جداً ومحترمة جداً جداً وعلى فكرة هو كان ضيفنا من فترة وإن شاء الله يكون معنا ضيف قريب جداً بإذن الله أنت سمعنا حسن خلاص موضوع بقى على الهواء خلاص طيب هتسمعين أي دلوقتي أنا شايفك محضرة حاجات جديدة في حاجات لأنغام وفي حاجات لبهاء سلطان صح تحبي إيه؟ ممكن نقول بهاء سلطان مثلاً يا رب ما عاياتش يا رب ما عاياتش إن شاء الله ما شطعت يا حال ما عاياتيش طبعاً بس اختيارك هنسمع دلوقتي شكراً وريبين كان كانت عينيهم حضنين عناقية دلوقتي راحوا راحوا يا قلبي من بين دقية عشرة سنين وبقينا قلبي لوحدنا وياللي فات هنروح لفين انت وانا من الذكريات مستحيل انسى في يوم لمسة يديهم مستحيل في يوم يا قلب انهو عليهم مستحيل في يوم هينسوا حضننا أمرنا كان كان يا مكان همه يا خلوت مراتي على قلبي البصل كله مين اللي كانت مطربة ومفضلة بالنسبالك وانتي صغيرة وكبر حلمك معاها ونفسك تبقي زيها ورده أكيد للينا ورده لما كانت معا فيه مكلسوم وشي حاجة طبعا بصي أنا بصراحة بسمع بسمع كل الناس وكبرت على أنا بسمع عزيزة جلال بسمع مكلسوم ليلى مراد فايزة أحمد بسمع كل الناس سعاد محمد بسمع كل الناس بصراحة ورده كان لها حتة كده في قلبي مشاعرها احساسها عندها حنية بصوتها كده بصراحة طب يلا يلا بينا على طول يلا تشداني فرصة خالص عايزة تاخدي بقو مياه الأول اه يا ريت لا فيش مشكلة ناخد بقو مياه وبعدها نسمع ورده عشان نسمع أحلى ورده يعني مش الورده لازم تتسقي يلا لالينا لالينا هتاهد بينا لالينا لا يلينا لا يلينا وتاهد بينا لا يلينا وتاهد بينا تاهد لا يلينا لا يلينا وقلنا نرسي نرسع عالمينا وتاهب بنا تاهب ليلينا ليلينا وقلنا نرسي نرسع عالمينا مشينا وقادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وقادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغضر كل يوم بنا غدارة وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغضر كل يوم بنا غدارة والله ما جيت علينا يا دنيا جيت علينا علينا يا دنيا وجيت كتير على ناس قبلينا لا يلينا لا يلينا وتاهد بنا لا يلينا الله الله حساسك عالي جدا جدا وليك روح وبصمة مختلفة في الأهنية يعني انت لما بتعملي الكافر يعني احنا حاليا دلوقتي لما حد بيغني هونية حتى بتتسمى كافر ما بتعملي الكافر بيبقى بروحك انت بطريقتك انت مش بتقلدي الفنان او الفنانة اللي بيغنوها مهما ان كانت هيالي حبك ليهم انت ليكي شخصيتك في الأهنية صح مع دكتور نادية عبدالعزيز وكنت برضو بروح كليت تربية موسيقية بس كنت صغيرة جدا على ان انا افتكر يعني هناك كنت بعمل ايه وبعدها بقى وقت الجامعة اشتركت في الكرال بتاع كليت الألسن يعني وكان طبعا اللي كان بيدربني كان محمود حسن اللي هو دي بقتي ما شاء الله عنده كرال روح الشرق كنت سماعين عنهم طبعا طبعا بس فكنا هو انت نجني له بيعشق الفن جدا 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 وروحه حلوى قوي فعلا تحقيق فكنا بنعمل بقى حفلات كتير وبنعمل اكابلات كده وكنت بغني سولو اول سنة غنيت فيها سولو برضو خدت مركز اول على جامعة ان شمس برضو دي كانت حاجة بالنسبة لي كبيرة لان موضوع مش سهل خالص كنا بنبقى 30 شخص تقريبا من كليات مختلفة اه اه بس بصراحة انا مكنتش عارفة ان هي مسابقة ساعتها يعني يعني انتي طلعت كده اه انا كنت عارفة ان التقييم بيبقى على كلية مش على الفردي فساعتها لما كمان عرفت استغربت يعني اللي هو ما كنتش حتى محضرة نفسي كنت طلعت بسط وطلع اغني ودي اكتر حاجة حلوة اللي هو انا عايز اغني انا بعمل ده بحب فاغدت المركز الاول من غير اي تو توتر من غير اي تركيز الموضوع ان انا القرآن لازمergز لازم اكسب ما كانش بدأ خالص موجود فبساعتها بصراحة اتبسط جدا لما ده حصل طبعا على مدار السنين من الاربع سنين بتوال كلية عملنا حفلات كتير وطلعنا منهم بصراحة حاجات حلوة قوي قوي يعني طيب جاس سمعينا حاجة تانية اوكي يالا انا قلتلك انا قلتلك معاكي انا جزيت تعليكي في حاجة نسمع ليلة مراد مثلا ايه رأيك ايه نسمع ليلة مراد نسمع اه اه ياريت اه اوي ايه دي بقى الحاجة الوحيدة لان انا غنيتها في كران المدرسة انا سوتي مش حلوة اصلا دخلت وسط الناس كده يعني انا وما زلت باعشة الفن قوي عايزة عمل اي حاجة ليه علاقة بي في حفلة المدرسة دي تليني في كل حاجة طلعوني عايزة عني وفي سرعة رواحة وموجودة في الموسيقى وموجودة في الكران وموجودة في المسرحية وموجودة في الرأسات وموجودة في كل حاجة اه 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 حبوبي معايا من قبل ما شوفو قلبي دمرايا مرسوم مرسوم في هاطفو شيفا في خيالي سمعا بيقول لي يا حياتي تعالي 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 اه 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 وانا قلبي داليلي قللي هتحبي قلبي داليلي قللي هتحبي دايماً يحكيلي وبسدى قلبي أنا قلبي قلبي داليلي هتحبي جميلة جداً 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 كلميني كمان بقى عن مشاركتك في مهرجان اسكندرية ولو أحبتش ربي تفضلي لو أريد ربي تفضلي يعني نتكلم عن مشاركتك في مهرجان اسكندرية للأغنية والتكريم كمان اللي انت خدتيه فيه بس الأول حكيلي عن الكواليس بتاعت اختيارة للمهرجان مصي بصراحة هو ساعتها كان فيه يعني سمعنا ان فيه اشتراك لمهرجان اسكندرية الأغنية وكل سنة كان بتعامل وانا كان برضو زميلي دائماً الحمد لله طول حياتي كلهم برضو دي ملاقب الفن بيغنوا بيمثلوا بيعزفوا كده فقلنا مع بعض كده انه يلا بينا نطلع حاجة كويسة ونروح نجرب فكان شرط المهرجان ان لازم الأغنية تبقى أغنية جديدة كلمات لحنة توزيع كل حاجة جديدة فعملنا كده عملت أغنية بقى جبتي عملنا أغنية وطبعاً عادنا نختار الموضوع برضو ما كانش سهل في الأول خالص لانه كانت أول تجربة برضو وبعدين كان الأستاذ حلمي بكر ربنا يرحمه طبعاً كان موجود في لجنة التحكيم وكان فيه ناس كتير بقى من دول مختلفة يعني ما كانش مصر بس فيه من السعودية من الجزائر من كل الدول تقريباً بس وطلعنا غنينا قدامهم هي الموضوع ما كانش حفلة يعني ما كانش مصرح وحفلة وكده كان زي روم كبيرة كده وفيها لجنة تحكيم بس 15 بني عدم مثلاً وكان منهم أستاذ حلمي بكر ربنا يرحمه بس وبعدها بصراحة الأغنية اللي أنا غنتها أخدت جايزة أفضل كلمات في الوطن العربي جميل بس طبعاً دي كانت حاجة بالنسبة لي كبيرة حتى يعني هو كان فيه طبعاً جواس تانية كتير بس أنا حسيت أن أنا وصلت يعني لو ما كنتش وصلت الأغنية بإحساسي ما كنتش هعرف يعني ما كانوش هيعرفوا الحكاية الكثة بتاعت الأغنية كلماتها فحسيت أن هو لأ يعني دي حاجة كبيرة أن أنا وصلت كلمات الأغنية صح زي ما هي المفروض توصل عشان كده أخذت الجايزة دي إيه بيخوف أكتر أو إيه بيوتر أكتر لما تكوني هتغني قدام جمهور ولا لما تكوني هتغني قدام لجنة تحكيم عارفة أن كلهم اكسبرت أو كلهم خبراء في بقى هيقولك العربة هنا طبقة الصوت هنا مخارج الألفاز مش عارف إيه أنا بالنسبة لي ممكن يكون بيوتر أكتر أو بيخوف أكتر بصراحة لو هغني قدام لجنة هيكون الموضوع موتر أكتر يعني قدام الجمهور يعني قدام الغرفة اللي فيها 15 بنيها إيه يا جماعة في إيه لا أستنوا بالراحة بس بس لا لو قدام الجمهور بصراحة هي بتبقى رهبة الدخول بتاع المسرح أنا عملت حفلات كتير في سؤالت الصوي برضو قامت جامعة غير حفلات الجامعة اللي كنا بنعملها فكان هي بس الدخول فيه كده رهبة صغيرة كده تحسي لهو إيه ده كان نور بيجي في وش جوانتي تشايف حاجة تصدقي بقى تسمعي المزيكة بس وتسمعي نفسك وتلاقي نفسك إيه مندمجة في المزيكة وكمان دايما الناس بتبقى قاعدة في الفرونت لاينز دي تلاقيهم بصلك دايما بتحكوا بيغنوا معيكي فبتخذي منهم طاقة أو باور فالموضوع بيبقى بصراحة جميل جدا ومش موتر خالص لكن لو لجنة وانت عارفة ان هم هيعملوا جودجمنت عليكي اللي هو تقريبت المترسكوب فالموضوع بيبقى بصراحة موتر شوية طب وحشتيني؟ وحشتيني طبعا وحشتيني جدا لا خلينا في المايك الموضوع يالله بيبقى وحشتيني عدد نجوم السماء وحشتيني عدد كلام الهوى وحشتيني في كل يوم إنما إنما وحشتين أكتر وأكتر وحنا سوا عدد خلا وعذا وحشتيني ومت 참 لا وحشتيني اموض وإحنا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحاشتني الله، الله يا أخلي ود مستمتعة جداً حقيقي باللقاء ده مستمتعة والوين أنا معاكي مستمتعة والوين أنا معاكي مستمتعة وأنا كده وبسطة وأنا أنا حستاك إن أنت بتميلي للقديم أكتر يعني إحساسك وتفكيرك بيبقى رايحة أكتر للقديم صح هل ده حقيقي الإحساس اللي وصلي ده صح؟ بصي هو أنا بصراحة لو هنتكلم في كلمات وفي لحن وطرب حاجة ما طوع عليها كده اشتغلوا فيها بجد بصراحة يعني بصي طبعاً دلوقتي فيه حاجات كتير جميلة جداً أكيد والله طبعاً بس إحنا لازم ناخد الخبرة من اللي قابلنا دايماً فالموضوع بصراحة يعني زمان تسمعي اللحن كده اللحن يختافك لهو إيه ده إيه ده وتحس في حاجات كده فيها مشاعر زيادة يعني موزم الأغاني اللي إحنا قلناها دلوقتي وفيه أغاني طبعاً كتير جداً بتدخل القلب من غير من غير مجهود يعني تحسي ان انت إيه ده لازم اغنيها هطلع فيها مشاعر جمدة فيه أغاني بتلاقي نفسك فعلاً زي ما كنت بتقولي خلاص هتعياتي غصبة عنك من كتر مشاعر اللحن اللي موجودة فيها والأغاني دي مبهجة جداً زي ليلى مراد دلوقتي لما غنينا نقل ميداليني فصراحة بميل أكتر معيني بس مع كل الجانرز عادي بس أنا بحسة أن الأغاني القديمة أو الأعمال الفنية القديمة اللي ليه علاقة بالموسيقى يعني زي ما بيقولوا كده بمصطلح الفنانين كمان والألمين يعني القماشة واسعة القماشة واسعة بتاعة اللحن والكلمات تقدري فيها تبرزي جماليات صوتك بتبيني فيها صوتك حلو قد إيه إنما ممكن الحاجات الجديدة عشان بتبقى رتمها أسرع شوية ومدتها صغننة الواحد أو ممكن تحب تغنيها وتحب تسمعيها إنما عشان تبيني إمكانياتك بنلجأ للقديم أو بنرجع للقديم الجميل الأصلي يعني طيب أنا عايزة أسمعك في الجديد ومش حزين عارف أنت يعاني عليه في الحزين يعاني علينا في الحزين إحنا حزيننا كتير طيب فرحانة كده عشرين عمر ديب أستاذ عزيزة بتقولي زامر عشور بس متعرفش من زامر عشر حزين أنا عاية فيها عزيزة فيه بوسي فيه فنانة جميلة جدا جدا بصراحة من أقرب الفنانين لقلبي الفترة دي بسمعها أستاذها عبير نعمة طبعا عبير نعمة متعامل أغاني بصراحة كده على قلب من غير من غير استئذيني هنعيت ولا هنضحك شوي طبعا يعني حاول نضحك شوي إذا كان كده ماشي أنا مشكلة تفضل يالله بنا أعمل ناسيني يا تعبني معاك خليني على نار كده بالأيام صهر لي عيني في ليالي هوك لو كده يرديك أنا راضي يا تمام أعمل ما بدلك وعمل اللي بيحلالك ينهرب يا نعدالك والحلوة والجمال بس عندي ليك سؤال هو أنت فكرني مش فهم أنا قلبك يعني مهما هتداري بينك الغرم بعين عليك والغرم ما فيهوش فساء جميلة جدا جدا عايز اسألك عن اللي جاي نفسك في إيه في اللي جاي بتحضري كمان إيه لللي جاي نفسي إيه في اللي جاي إن شاء الله يعني نفسي غنينفسي مبطلش هنا إن شاء الله أكيد أكلي ناس كلها تسمعني بصراحة وبنحضر إيه لللي جاي إن شاء الله بنحضر حاجة غير جنك إن شاء الله تق Hassara إن شاء الله بإذن الله هنعمل حاجة حلو قوي تعجبكم إن شاء الله وإن شاء الله يا اكيد هنعمل أكثر من عمل iron ايه حد نفسك تغني معي؟ بره او جوه؟ بره او؟ مصري محلي او انترناشنال شوفي اكيد ليه الشرف طبعا ان انا اغني مع مع الفنانين اللي موجودين كلهم طبعا على الساحة دلوقتي ثم ممكن مثلا احب اغني مع انغام مثلا طبعا طبعا الجميلة جدا برضو هي من الاشخاص القريبة جدا على قلبي بحس او والاحساس قريب من بعضه لها كاركتر كده في غناها احساسها طاغي على كل حاجة صح فبحب جدا اسمعها بصراحة وغني لها ممكن اغني لك حاجة لها كده بس هعياتك شوية يعني احاول ما خليكيش تعياتي طيب ماشي بس هي حزينة بس يعني او انا كنت تعيات كان زمان وانا الحمد لله يعني مسكت عرفت امسك اخر حاجة لقبل ما تنزلي الحمد لله طب يلا ممكن تسبني اشتري يا عمر اللي باقي يقول بك مش عايزة عايشو ممكن تسبني اشتري يا عمر اللي باقي يقول بك مش عايزة عايشو معك عشان لو عايشتو كله جراح حرام ولو انت خايف لما تسبني يقابل بعدك حد يسن وانت لو ما بايتش بتصدق كلامنا ممكن اكتبلك تعهد مني اني هايش لوحدي باقي عمري بس عايشو باحتراق جميلة حلو قوي حلو قوي 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 انا مش اسيبك لما تقولي حاجة فراحي عشان هي عشان يبقى هو ده الختام عشان انا ما بختمش على نكت انا بنختمش هنا في انت على نكت اه طفل دلي لعب طبعا وحورة ده حاكك شوية اه لازم لازم يكون فيه نوع من انواع الفرحة تخش التكس عشان كده مش هيحصل يعني كده مش هيحصل طيب ارجوك يفكر حاضر اه ممكن نقول حاجة دلعة كده يلا بنا اصلا فايزة احمد طبعا يلا طبعا وتسأل لي علي وتقول وحشاك عيني وتسأل لي علي وتقول وحشاك عيني من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا ياللي بتسأل علي ياللي بتسأل علي ملكش دعوة بيا ياللي بتسأل علي تسأل لي 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 شكرا مختلفة الى مصممة الازياء واللي بدأت انها تصمم ازياء من سن صغير قوي ولكن ازياءها مش اي ازياء لباقيا نحيشة مرسي بدأتي إمتى وبدأتي زي أنا بدأت من ونة صغيرة قوي من ونة في المدرسة قريت كتاب لإبراهيم الفيئي وحسيت أن أنا لو أنا عايزة أعمل حاجة مفيدة تفيدني وفي نفس الوقت أنا كنت بحب أرسم وبحب الفاشن وبحب أطلع كده ماستر بيس فبدأت فعلا سفرت إيطاليا خدت كورس وفعلا بدأت أن أنا أصمم من ونة فتاني عذادي ده سن صغير جدا جدا أنت بدأ بقى يبقى عندك ناس بتتعامل معاك وبتصق فيك وفتصمماتك آه طبعا طبعا في الأول طبعا عدت على صعبات كتير قوي أني في الأول ما كانش فيه أي إجبال لمدة سنة مثلا وخسرت فلوس كتير جدا وعدة سنة عشان أنا أقدر أن أنا أبدأ أعمل اسم وبالفعل فعلا عملت اسم بالزبط وفتحت أكاونت على الانستجرام كنت من أول بيجز وبدأت فعلا يواندي كلاينتز لحد النهاردة معايا يعني بأنهم سنين 12 سنة مثلا جميل إحنا معينا موديلات من الموديلات اللي أنت صممتيها هنشوف معينا موديل لابسة موديل من الموديلات اللي أنت عاملها هنشوف دلوقتي واشرحي لنا الموديل ده جات لك الفكرة بتاعته هنين ينفع يتلبس إمتى وبرضو الأعمار اللي المفروض إنها تلبس درس زي ده أنت عاملت زحرقه لكو أول ميجي عشان شاشة هتشوفوه هنا ده أول موديل ستا وأنا عاملها من عمر 25 لحد يعني 50 لأنه هو جاي أليجنت وعملت إن الكمام تبقى مش مقفولة تبقى فلق يعني واسعة ومرتاحة آه بالزبط مديها وفي نفس الوقت يليه على كذا جسمي يعني مش لازم بنت تكون رفاعة قوي ممكن يليه على بنت كيرفي يليه على بنت مليانة شوية فامة فلذيذ وفي نفس الوقت الساتان طالها ترندي جدا كيوتو حلوة جدا جدا حقيقة واللون حلوة قوي ممكن يكون منه ألوان تانية فيه منه الأخدر عامل منه الأخدر نفس اللون ده لها لتساكدة وعمل منه اللون الروز هيبو حلوين قوي الاتنين دول فعلا ده هو نسبته خطوبة بالليل سهرة لذيذة يعني هو نايت أكتر إيه لأفكار المختلفة التانية اللي ممكن تكوني بتقدميها في الديزاينات بتاعتك وبتستوحيها منين أنا دايما بحب أعمل عمتا ديزاينز مختلفة يعني ده اللي مخليني أن أنا يعني ديزاينر مختلفة أنا بحب أعمل ديزاينز مش موجودة قوي في مصر بحب أعمل حاجات غريبة حاجات دانم على دانم وداخل بقماشة مختلفة خالص عن المعتادة فدايما بحب أطلع بحاجات ألوان مختلفة قماشات مختلفة في بعض القماشات بجيبها من بره يعني دايما بتلاقي بقى استحسنان للناس اللي بتتعاملي معاهم فكرة الديزاينز تبقى مختلفة القماش برضو كمان يبقى مختلف هل الناس بيعندها جرأة انتي بتشوفي ده يعني الناس بيعندها جرأة أنها تلبس حاجة مختلفة خالص مش زي الناس وتمشي بيها طبعا أنا أصلا بتارجد الناس اللي عايز تلبس ومش بعمل بيسز منها كتير بحاول ان انا أعمل عشان أحاول ان انا مخليهاش منتشرة انتي كانت تعملي الجينز بعمل دانم احنا شايفين اهو على الهوى علقلنا على الديزاينز الحلوى دي واللي بتمفع في كل وقت ده ستايل دانم اون دانم الطب دي ممكن تتلبس على شميز فممكن تتلبس مع واحدة محجبة واحدة غير محجبة وفي نفس الوقت فكرة الديزاينز مع كزا تون يعني انا ممكن اعمل تو تونز للدانم ده طالع ترندي جدا جدا وانه بحب دايما اعمل لبس كمان ينفع لكل يعني لو واحدة مثلا محجبة واحدة مش محجبة تقدر تلبسه حلوى قوي ده ديزاينز وده برضو الجري بتاعه طحفة ده ده ست وده برضو انادر دانم ده كارجو بتاخذ بس توحى بقى الحاجة من حاجات بسيطة جدا ممكن ما تصدقش ممكن مثلا اللبس بتاع بتاع او كده او الكارجو بتاع الشركات الكبيرة ممكن تاخذ منهم فكرة على فكرة من بتاع مش عارفة لبس مثلا في حاجة معينة يونيفورمز مختلفة ومميزة فبتاخذ منها افكار بالزبط كده باخد منها افكار وحطها بقى وطلع انا بقى لون جديد بحاجة جديدة فتطلع ديزاين مختلف جميل جدا وبين اختلاف الديزاين وده كمان لطيف قوي ده في قاتس كده من الجنب برضو لذيذ ده من الديزاينز الجديدة اللي عندي نيو كولاكشن جميلة قوي في فيديو من فيديوهادك قلت ان مامتك كانت اكبر داعم لك يا كريستين نكلمين عن دعم مامتك لك ودعم اللي حواليك مامتي طبعا انا حابة اشكرها يعني جدا لان هي سبب اللي انا فيه ده كله احنا كمان بنشكرها ونبعت لها كل التحقيق مامتي بابايا في الاول كان معترض تماما ان انا ابدأ من ونا صغيرة بزنس قاعد قولي لأ وانت لسه صغيرة وركزي في دراستك وكده عشان هو كان عايز اركز في دراستي بعد كمامتي قيتلي لأ يلا نبدأي وكده بدأت في 3000 جنيه مامتي قيتلي اشتغل بي من ده من سنين قوي يعني كتير حلوة على فكرة 3000 جنيه من سنين مش كتيرة اه اه وقيتلي خديهم وانا معتبر ان انا يعني مش عايز خلاص يعني وانتي هتنجحي وكتسابورت ليه بشكل كبير ولما بخش في اي بزنس عمتا وبعمل لاين جديد مثلا وهيكلفني فلوس كتير وهيكلفني فانا ببقى خايفة مامتي تقولي لأ يلا ابدأي يلا عملي يخشي يعني فهي بصراحة يعني جميل جدا برضو معينا ستايل كمان مختلف من ستايلات اللي انت جايبها معنا نتفرج عليها على الموضل كاجول ده دنم برضو عملت تو تونز من الدنم كولر مع ان هو يكون الدنم من هنا غامق فبيرفع جدا بيخلي الجسم شكله مختلف هم مضلات شايفين على الشاشة حلو قوي كأن لابسة بانطلونين بالزبط حلو جدا بالزبط الافكار دي بتعجب البنات قوي في الفترة دي البنات لحد سن الـ 45 والـ 50 يعني اه طبعا اه يعني خلينا نقول ان برضو عادي بنات مش مشكلة يعني مش حلوة خالص هو فكرة التو تونز للدنم ده طالع ترندي جدا 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 ينفع يبقى كاتنج بقى ولا لا ينفع يبقى فيه كاتس مع الـ يبقى تو دنمز مختلفين او تو شيدز مختلفين اه طبعا مفيش اي مشكلة دلوقتي ما بقناش زي زمان احنا مش مستقر يعني مش محدودين بكالر معين يعني كل ما انت تبقى مبدعة ومختلفة وتلبسي كالرز على بعض ده طول ما هي لايقى على بعضها طبعا ده مناسب مفيش مشكلة بشكرك مستي جدا طيب كلميني على اللي بتحلامي بيه ايه اللي تضعي من اللي بتحلامي بيه ولسه ما نفستيهوش اه انا عايزة اعمل كيتز وير انا عندي بنت نيلي فعايزة اعمل لين اه مرسي عايزة اعمل لين ويبقى تحت البرام بتاعتي اعمل لين كيتز يعني حاسة اني احنا الحتة دي محتاجين نخش فيها اكتر في مصر حتة ينلبس الاطفال بيبقى الموضوع في صعوبة قوي ان احنا نلاقيه فعايزة ابدأ اعمل لين كيتز ان شاء الله تعملي لين كيتز ومش بس يعني ممكن نبقى معنا ولاد كمان اه ولاد طبعا لا كيتز عمتا طيب احنا برضى ومعينا صور لتشكيلة مختلفة من البنطلونات اللي البنات بتستخدمها وللنا مين يلبس ايه اوكي على حسب جسمه طبعا اوكي سريعا كده تصدلي اه ده مامس جينز اه اه ده يناسب كل الاجسام لانه هو نازل واسع فاحلى حاجة فيه نوم مش ببين اي دفو في الجسم اه فيناسب كل الاجسام يعني لو رفياع يتخنها شوية لو ده سكيني سكيني اه سكيني نازل موضة تانية على فكرة يعني هو كان موضة ادمت دلوقتي في 2024 لأ هو نازل موضة جيدة كويس ان انا مرميش سكيني ستات شوفتي بقى عندي واحد زي ده بالضبط ده برضو عايد لك ده فاري ترندي برضو اللو ويست فاري ترندي بس اللو ويست مشكلته ان عايز جسم رفيع او ده انا شايفة الترندي في اللو ويست لو لو ويست لو لو ويست اللو يعني لو تهلزت شوية ده مخيف لو روحت كده ولا كده طب كلميني عن ده ده لزيز جيدا جميل خالص وفي ناس كتير بتحبوا بتستسيلو بيلم البطن بالضبط عشان كاب قولك هاي ويست فبيلم البطن فلزيز جدا حلو خالص ده بالنسبة لي البنتلونات ميني يلبسها وميني يلبسهاش وانا بشوف ان برضو الجينز بيتلبس في اي وقت يعني صبح بالليل عندي ميتنج ما عنديش ممكن اعمل عليه ستايلينج من فوق تبقى الدنيا حلوة جدا هل اشتركت في اي عروض في الفترة اللي فاتت عروض زي ايه اعروض ازياء اي حاجة من الحاجة لا لا اشتركتش ان شاء الله انت بتحلمي اه بحلم طبعا اشترك يعني في اروح مثلا كان او كده طبعا بفكر يعني بفكر في الموضوع لو اتعرض عليك كذا حاجة بس انا مكنش جاهدة الفاشن ويك في باريس ان شاء الله ستنا اللي جاي يكون في كريستين هنري وقتنا جري معاك بسرعة جدا جدا وان شاء الله لازم يكون نينا اللقاء تاني مع بعض نقاط في اكتر من كده ونتكلم اكتر واكتر ونعرض حاجات اكتر مرسيليك يا كريستين جدا ان شاء الله ستنا جاي بعد الفاشن ويك نتقابل او اقرب من كده وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا كانت ضفتي كريستين مصممة الازياء كريستين هنري خلاص وصلنا لنهاية الحلقة نتقابل بكرة في نفس المعات ساعة 15 سلام اشتركوا في القناة